على صعيد مستجدات أخبار الشركات والأعمال طلبت مصر من صندوق النقد الدولي أن تكون قيمة أول شريحة تحصل عليها في إبريل المقبل 5 مليارات دولار نظرا لحاجتها لتوفير أكبر قدر ممكن من السيولة الدولارية لدعم اقتصادها واتفقت مصر مع الصندوق مطلع الشهر الجاري على زيادة قيمة برنامج التويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار بعد الجهود التي اتخذتها القاهرة والتي شملت تخفض قيمة العملة بشكل كبير ورفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس وبحسب ما ذكرها اقتصاد الشرق مع بلومبرن فإن أول شريحة من القرد بعد زيادته ستصرف في إبريل المقبل بعد نظر مجلس إدارة الصندوق في زيادة قيمة التمويل نهاية مارس الجاري موضحا أن الحكومة المصرية طلبت زيادة قيمة الشريحة الأولى من القرد تكون نحو 5 مليارات دولار وذلك لحاجة الدولة إلى توفير أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة لدعم الاقتصاد أعلن سوق أبوظبي الأوراق المالية اليوم الأثنين عن انضمام ثلاث شركات إلى مؤشر فوتسيا أبوظبي العام فاتجي وذلك كجزء من المراجعة نصف السنوية لسلسلات مؤشرات فوتسيا أبوظبي وبحسب تنويه صادر عن السوق فإن هذه الشركات هي مجموعة E7 وإنفستكور بكابيتل وفينكس جروب وذلك كجزء من المراجعة نصف السنوية لسلسلات مؤشرات فوتسيا أبوظبي كما تم إضافة كل من بيورهيلث القابدة وفينكس جروب إلى مؤشر فوتسيا أبوظبي فاتجيس 15 وقفز مؤشر سوق أبوظبي الأوراق المالية أكثر من 6% بعد مرور نحو ساعة ونصف من الافتتاح أما في سوق دبي المالي فقد أعلنت البورصة عن تحديث أوزان الشركات المتضمنة في المؤشر العام بدءا من جلسة تداول اليوم الأثنين وأكد سوق دبي أن التحديثات شملت بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي وشركتي كهرباء ومياه دبي وإعمار العقارية في المرتبة الأولى كأكبر الشركات وزنا في المؤشر بنسبة 10% لها بنك دبي التجاري في المرتبة الثانية بنسبة 6.5% أكدت وكالة بلومبن للأنباء أن الجهود التي يبذلها المسؤولون في أبوظبي وقيامهم بتنظيم حزمة جديدة من الامتيازات ستساعد على دفع الإمارة إلى مصاف أكبر المراكز المالية في العالم وأشار تقرير حديث للوكالة إلى أن الحزمة في أبوظبي لا تقتصر على تسهيل الأعمال فقط بل بتسهل الإمارة الحياة الاجتماعية أيضا لمن يفيد إليها من متداول الأسهم كتوفير القبول بالمدارس التي يرغبون فيها الأطفالهم وتأمين فرص عضويتهم في الأندية وقالت بلومبنك أن رأس المال الثروة السيادية للإمارة والتي بتولق قيمة تريليون وخمسمائة مليار دولار سيظل عامل الجزب الرئاسي لمدير صناديق التحوط الذين يتجهون مباشرة إلى أبوظبي وقعت شركة أدنك الإماراتية اليوم اتفاقية لتوريد مليون طن سنوية من الغازة الطبيعية المسال لمدة 15 عاما مع شركة سيفي للتجارة والتصويق السنغورفية التي ستتولى تصدير الشحنات إلى ألمانيا وذلك وفق بيان صادر عن الشركة وبحسب البيان سيتم إرسال الشحنات بصورة أساسية من مشروع الرويس للغازة الطبيعية المسال منخفض الإمبعاثات التابع لأدنك والذي يجري تطويره حاليا في مدينة الرويس الصناعية صبوظبيا